زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي معرض الصحة العربي المقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة قرابة أربعة ألاف وأربعمائة شركة ووجهة وطنية وعالمية وقد تجول سموه يرافقه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي تجولوا في مختلف أرجاء المعرض الذي يعتبر الثاني عالميا من حيث عدد المشاركين والفعاليات والمساحة التي يشغلها في المركز التجاري واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال الجولة على آخر ما توصلت إليه الشركات العالمية المتخصصة من تقنيات طبية ودراسات وبحوث وبرامج علمية واكتشافات حديثة من الأدوية المعالجة لبعض الأمراض المزمنة والخطيرة